مشهد في العراق بعد هجوم او انفجار في مقر الحشد الشعبي في جرف الصخر بمحافظة بابل محمد فاضل مراسل الغد والتفاصيل اليك محمد نعم حسن دعني ابدأ من الحصيرة مصادر في المستشفى العام في المسيب القريبة جدا من المنطقة التي استهدفت اكدت لنا بشكل خاص ان هناك اربعة قتلى وهناك ثلاثة جرحة في حالة خطرة جدا قد نقلوا اليها وان هناك فريق من الدفاع المدني وفريق من الاسعاف ذهب الى مكان الحادث للبحث ربما عن البعض من المفقودين او الذين فقدوا اثناء القصف اما في مسألة الانفجار فهو قصف وليس انفجار لكن القصف الذي ركز على مناطق مستودعات فيها اسلحة تابعة للحجر الشعبي وبالتحديد لكتائب حزب الله هو ما ولد الانفجار لذلك البعض قال هناك اربعة انفجارات قال حالة ثلاثة هي لم تكن اربعة انفجارات هي ضربتين عن طريق صواريخ كانت قد اطلقتها من ضائرات مسيرة لكن ردت فعل الانفجار وانفجار المخزن الذي يحتوي على اسلحة ولد ربما انفجارات اخرى وهذا الامر ربما صعب جدا على كتائب حزب الله وايضا على الحجر الشعبي ان تستهدف هذه المناطق وايضا هناك حديث عن استهداف دبابات كانت موجودة في تلك المناطق لان هذه المنطقة منطقة محصنة ومنطقة محصورة ومغلقة على الكتائب وبعض الفصائل الاخرى المسلحة وهناك مقر للحجر الشعبي هذه المنطقة عموما مرعبة بالنسبة للاخرين وبالتالي كيف وصلت لها هذه الطائرات وكيف ضربت هذه الطائرات هذا الموقع لم يكن هناك حالة من الترق المراقبة المستمرة من قبل الامريكان الذين قالوا بان القوات الامريكية هي من نفذت هذا القصف طبعا هذا على لسان بعض القيادات في الحجر الشعبي ايضا هناك مسألة مهمة ان ما اشرت اليه كلودي قبل قليل من بيروت بان هناك حالة من توجيه صابع الاتهام الى امريكا واسرائيل بانها متحالفتان وان كيف سيكون ردهما وما هي الخطوات التالية هذا الامر بدأ الحديث هنا في العراق عليه بشكل مستمر وخصص من تلك القيادات وايضا ما اشار اليه احمد البديري من القدس بان هناك بوارج وهناك قواعد موجودة قريبة من العراق يمكن ان تطلق طائرات وايضا هناك تحشيد امريكي وبالتالي قد تتسع هذه الحرب بعض القيادات صرحت قبل قليل وقالت بان الحرب ان تسعت فنحن على جهزية تامة ولن نقبل لا بقصف جرف الصخر ولا حتى بقصف لبنان وان هناك امتداد كبير ما بين العراق وصولا الى لبنان هذا الموقف ربما سيولد حالة من النفير داخل تلك الفصائل خصوصا وان تلك الفصائل تنتظر اشارات من قبل قياداتها بان يكون هناك رد على القوات الامريكية القيادات الاخرى غردت قبل قليل وقالت بان ردها على هذا القصف بالنسبة لقصف جرف الصخر لن يكون بعيدا سيكون قريب جدا وبالتالي ستستهدف القواعد التي توجد فيها مدربين امريكيين او حتى قوات امريكية داخل العراق ان استهدفت هذه القواعد فيعني ان عودة الاستهدافات والحرب ما بين القوات الامريكية وتلك الفصائل ستعود من جديد هذا يحرج الحكومة العراقية التي تعهدت بانها ستكون وسطة خير وتعهدت ايضا بان تكون هناك هدنة ما بين الطرفين ايضا كان هناك تغريدة قبل قليل او يعني بيان لهذه العام الرئيس منظرة بدر وهو قياده كبير جدا في الحجر الشعبي قال بان على الامريكان الرحيل فورا وان ما حدث في الضاحية لن يمر مرور الكرام هذه ايضا اشارات الى ان تلك الفصائل تريد ان تقول بانها موجودة وان ربما اذا ما حدث رد من قبل حزب الله في لبنان او حتى من قبل الامريكان في ضربة اخرى فانها ستكون موجودة على الساحة في حرب تكون شاملة لكن كيف ستكون هذه الحرب على اي ارض ما الذي ستستخدمه تلك الفصائل هذه اسئلة كثيرة جدا خصوصا وانها تمتد كما قلت من بغداد يعني من العراق الى سوريا الى لبنان تتواجد بشكل واضح بالنسبة للقوات الامريكية وستستخدم القوات الامريكية اسلحة متطورة اسلحة برية عذرا يعني قوات برية هذه ايضا يعني افكار بدأت تراود العراقيين حول انها انهم قد يزجون في حرب قد تكون مكلفة بالنسبة لهم ماديا وايضا معنويا وحتى بالنسبة لارواح الكثير من العراقين ارجو ان تبقى معنا محمد فاضل مراسل غد من العاصمة العراقية بغداد اشتركوا في القناة